نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة إلى فخامة الرئيس رمضان أحمد قدروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة وتمنيات جلالتي لفخامة الرئيس وإلى جمهورية الشيشان دوام التوفيق والنجاح وتحريق المزيد من الاستهار في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حضور سموه حفلة تنصيب فخامة الرئيس رمضان أحمد قدروف بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا لجمهورية الشيشان الصديقة حيث قدم سموه التهاني بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح في ظهر اللورع حريص على بناء علاقات قوية ومترابطة مع جمهورية الشيشان وتأكيد جلالته الدائم على توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين والتي تقوم على ركائز قوية ودعائم صلبة من التواصل والتعاون المشترك والثقة المتبادلة وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيها إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لفخامتكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح في ظهر اللورع والتأكيد على أن علاقات الصداقة والمودة التي تربط بين بلدين عميقة ومزدهرة وفي كل زيارة أو تواصل جديد يزداد التكاتف والتضامن في ظل قناعة مشتركة بأهمية فتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي لتوطيد شراكتنا الاستراتيجية المتلامية فقد أضحت العلاقات بين بلدين أقوى من أي وقت مضى تابع سموه بدعم هذه الشراكة أننا نتقاسم سويا مجموعة من القيم المشتركة تنبثق من خطاب ديني منفتح ووسطي في عالم يسعى البعض فيه إلى استغلال الدين لبث أفكار التطرف والترويج للإرهاب ونعتز بأن البلدين يقدمان رؤية واحدة شاملة ترتكز على ضرورة سيادة التسامح والسلام كجزء أصيل من مسيرة البشرية في سعيها لمواجهة التطرف والعنصرية والكرهية أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تمد يدها دائما إليكم حيث توطدت العلاقات معكم على مدى السنوات الماضية وجدنا فيكم شخصية ثرية بعطائها ورؤيتها المستنيرة والصائبة لذلك سوف تظل الصداقة متينة والتعاون مستدام بين بلدين بما يلبط طلعات شعبي البلدين نحو مزيد من الخير والنماء إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لفخامتكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالة لبلدكم الصديق مزيدا من التقدم والازدهار كما يسرني أن أهنئكم بمناسبة فوزكم بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المحلية متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية الجليلة وتحقيق تطلعاتكم المنشودة إن علاقات الصداقة والمودة التي تربط بين بلدين عميقة ومزدهرة وفي كل زيارة أو تواصل جديد يزداد تكاتفنا وتضامننا في ظل قناعة مشتركة بأهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لتوطيد شراكتنا الاستراتيجية المتنامية فقد أضحت العلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى